استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإيضابية صباح اليوم سعادة السفير عصام عواد سفيرة جمهورية مصر الشقيقة لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفيرا لبلاده في مملكة البحرين وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عمق ما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة من علاقات أخوة وتعاون على كافة المستويات ارتكازا على ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة وعرب سموه عن ارتياحه لما وصل إليه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين من ماء وتطور في العديد من المجالات مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على توسيع أطر هذا التعاون والارتقاء بمجالاته إلى أفق أرحب بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين وأثناء سموه على الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم ومساندة القضايا العربية ومساندتها لمملكة البحرين في مختلف المواقف معربا سموه عن تمنياتي لجمهورية مصر الشقيقة وشعبها مزيدا من الازدهار والرفعة والتقدم وأشهد صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي بدلها السفير عصام عواد خلال فترة عمله الدبلوماسي في مملكة البحرين على صعيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين معربا سموه عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة من جانبه أعرب السفير المصري لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم والمساندة التي حضي بها من الحكومة الموقرة برئاسة السموه خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في البحرين مشيدا بما تتميز به علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين من قوة وحرص متبادل على الارتقاء بها في مختلف المجالات شكرا